حصى الكلا تظهر في معظم الأحيان في حال كانت الحصاوات في الكليتين لكنها تسبب ألما مفاجئا وحادا عند تحركها باتجاه المثانة وتتشابه هذه الأعراض عند الرجال والنساء قلة شرب الماء السمنة اضطرابات الجهاز الهضمي العامل الوراثي كلها أسباب تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض وتتم معالجته إما عن طريق مسكنات الألم وبعض الأدوية بالإضافة إلى شرب كميات كبيرة من الماء أو عن طريق اللجوء إلى العمليات الجراحية في حال كان حجم الحصوات كبير يبقى الحرص على تغيير النظام الغدائي وشرب كميات كبيرة من السوائل هو العلاج الفعال والوحيد للوقاية من هذا المرض إذن نشكر الزملاء على كل هذه المجهودات اللهم يقوموا بيها معنا من خلال برنامج صباح الوطنية إذن موضوعنا كما شفتوه هو حصى الكيلة راح نقشوه مع الدكتور البروفيسور عفوا محمد بيه ورحمة بيك معنا سبع الخير الأخت كريمة وشكرنا على الاستضافة صباح النور نورتنا آمين شرح دكتور في البداية كيف تتشكل حصى الكيلة؟ والله قبل ما نشوفوا كيف تتشكل حصى الكيلة يعني نمثلوا الكيلة للمرحاض نفس الشي يعني لأنه البولي جوز في الكيلة هذه يعني كلها إفرازات بولية يعني نتصوروا أن مرحاض يعني ما كانش الماء ما عندهم ش الماء مثل مراحض مثلا في المقاهي نشوفوهم يصفروا ويرجعوا أصفورا يعني يقولوا كون واحد يجيب يحط باكي ما قلوا بالعامة أنت أنا ويحك هذا كل مرحاض يلقى الرمل يلقى الحصى هذك هي الحصى هكذا اللي تتكون اللي تتكون الحصى في الكيلة لما هي الحصى هي عبارة عن أملاح معدنية ولما تكون ما يكونش ماء كثير الأملاح هذه تتعمل ديكريستو تعمل ديكريستو يعني حجارة صغيرة والحجارة هذه طبعا لما توصل حجم معين ما تتقبلش ذوابا ما تقدرش الذوب إذن تهبط وتدير هذا المرض يعني ألم ألم في المجاري البولية هل فيها أنواع؟ نعم فيها أنواع يعني الحصى إما تكون من نوع الكالسيوم إما تكون من نوع زوكزالات نسميه من زوكزالات الكالسيوم إنسان يعني اللي ياخد كالسيوم بكمية كمية يعني طبيعية ياخد الكيمية اللي لازم للجسم الإنسان باش يحتاجها لما يكون عنده أكثر أو تكون عنده بعض الأمراض طبعا بعض الأمراض مثل مثلا باراتيرويد لما تكون يكون كالسيوم كثير هذوك مرضان يتسبب في تشكل الحجار هذوك دائما يكونوا عندهم يعني حجارة في الكاليا لزوكزالات هذو نعم تكمية تال فقط يقدروا يجيوا مثلا من فيتامين سي يقدروا يجيوا مثلا من البومبلوموس كانوا يحبوا جيوتاع بومبلوموس يحبوا يأكل بومبلوموس دائما دائما هذو تكون لزوكزالات وتكون حجارة داخل الكاليا وخاصة فيتامين سي يعني ناخدوها والجسم يحتاج يعني الأقراص الفيتامين سي الأقراص اللي ياخدوهم الأقراص ولكن الجسم يحتاج حوالي 120 ميلي جرام في اليوم هذو وش يحتاج من فيتامين سي ولكن كان يعني يكون زايد ربما كان ناس ياخدوه أكثر من 2 جرام في اليوم يعني أكثر من 2000 ميلي جرام في اليوم هذوك يعني يعني غير طبيعي غير طبيعي هذوك تقدر تكون عندهم زيادة في الزوكزالات هذه الزوكزالات يخرجوا من فيتامين سي ومن بعض المأكلات الأخرى مثل شوكولة مثل بيطراف مثل هذو كلهم يعني ناس يأكلوا شوكولة بزاف كذلك يقدروا يكونوا عندهم حصى ويكونوا هذو الزوكزالات يعني النوع الثاني النوع الثاني ولكن معظم الأحيان يعني حوالي يعني كين نوعين نوعين فقط نعم كين أنواع أخرى كين مثل أنتا لسيد يوريك هذوك اللي يأكلوا اللي عندهم واحد المرضى واسموا لقوت ألام في المفاصل يكون زيادة في الحمض الحمض البولي الحمض البولي لسيد يوريك لما يطلع يكونوا ألام في المفاصل وهذوك يكون عندهم حصى كذلك في الكيلة من نوع لسيد يوريك كين أنواع أخرى يعني مثل الوراثية نعم مثل لسيستي لسيستي نوري كين يعني بعض الأطفال يعني يزيدوا يعني عندهم علاقة يعني بالأمراض الوراثية حصل كيلة في حالة واحدة في حالة لسيستي نوري لما تكون هذو لسيستين بكثرة والطفل والطفل يخرجها في المجاري البولية طبعا أنه كين أسباب أخرى أسباب أخرى ماشي غير يعني المأكولات الأسباب طبعا السبب الأول هو نقص تمياه يعني واحد ما يشربش الماء بكمية يعني كل ما يشربوش الماء كلهم يعني ونشوفها حنايا في العمل تاعنا نشوفه كثير الحالات هذه تاع حاصل كمية نشوفها في رمضان مثلا يعني تكتر في رمضان تكتر في رمضان لماذا؟ يعني طول اليوم الإنسان ما يشربش ولكن ولما يوصل يعني في وقت الفطار هذك الوقت اللي يشرب إذا كان ما كانش ما أخداش كمية كبيرة مثلا كمية كافية من سوائل مثلا في الليلة اللي قبلها في الصحور راح يقدر يكون عنده حاصة في الكلية واش من الحاصة في الكلية؟ لأنه المجاري البولية تكون نشفة لأنه نقص في الماء حتى داخل الكلية يعني الكافيتكس كريكتريس يسمونهم هذو كيكونوا نشفين ولما تطلق عليهم كمية في وقت الفطار كمية كثيرة من السوائل طبعا يعني قدر يتقلع يتقلع حذك ويدير ينكوليك نيفريتيك يعني ألام في المجاري البولية مثال يعني نعطيك باش يفهموا يعني الإخوة المشاهدين نعم يعني يكون واحد مثلا عندك جار جارك من الفوق وبقى 6 شهر أو عام راح أقول كاسكوس بالخبالية عام ما مجاش نعم ولما يجي طبعا يبدو يسيقوا ويبدو يطلقوا له الشاس وكلش هذيك المجاري المجرى هذيك اللي كان بينك وبين جارك وخاصة اللي كان في الطابق العلوي هذيك هذيك يعني لما تكون يبسد المدة اللي مجاش مكاش الماء لما يطلق الماء راح يقدر يسدد المجاري المجاري هذيك تال المرحاض التحت يعني هذا مثال يعني نفس الشي يعني كما في رمضان ولا واحد اللي ما يشرب شكتير وشن هو الحال ربما للناس في رمضان وشش هذا ده حصل كيلة هي ما يسوطي وش سحور يعني لازم لازم يشربوا يشربوا السوائل في السحور لازم يشربوا سوائل وما يقولك السوائل مشي غر الماء مشي شرط الماء مشي شرط الماء لازم يقدر سوائل أخرى يشربوا سوائل مثلا الشي سوائل ولكن مشي بكترة لأن الشي هو من بين المسببات في الحصاء عند الناس اللي يشربوا الشي بدون يعني بدون هوادى كما نقول بالعربية يعني يأخذوا كل سوائل حتى يقدروا يأخذوا ديجو معنش ومشروب الشاعير يساعد ربما في رمضان هو الشاي واحد ولكن مشي طول الليل يعني يشرب الشاي هو مشي غير في رمضان الشاعير 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 طبعا هو كل حاجة ليتبول يعني يمليحها نعم حتى في بعض الحالات المدو الأدوية ليتبول باش المريض يخدم شوية للمجال البوليان تعوي نعم دكتور تحدثتنا على أنواع يعني الحاصة إلى غير ذلك وشنو هي الأنواع اللي قابلة للذوبان الأنواع هي مثلا تناصيد إيريك هذي اللي قتلك هاليها تناصيد إيريك هذا من بين الأنواع كان أنواع أخرى مثلا حاصة الميتابوليك مثلا كل كل الأملاح المعدنية لما تكونوا بكثرة متكمسين يقدروا يدرو حاصة ولكن لما تكون حاصة صغيرة راح تتقبل ذوبا لما توصل حجم مثلا تفوت تفوت مثلا أربعة مليمترات أو ثلاث مليمترات هذيك ما تدربش وهي النوع يعني يقدر يتقبل ذوبا هما لذوق زالات يسمو هما لذوق زالات يعني باش يعرفوا نوع أكيد لازم يديروا تحاليل تحاليل الحاصة أنا من طلبش تحاليل للمرضى كيفش يعرفوا يعني يعني كيفش نعرفه طيب الأعراض الأعراض التي تظهر على المرض الأعراض هو في التحليل هو نديره طبعا تحاليل مش تحاليل الأولية مش تحاليل الحاصة تحاليل الدم إذا لقنا عنده مثلا حمض البولي هذا الأسيديوليك طالع كثير أنا راح نعطي له أدوية أدوية وخاصة عند مرضى السكر والمرضى اللي عندهم ضغط الدموي نعطي لهم أدوية باش ينقص لازم يريك ويكون عندهم أقل أقل كثافة من هذا 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 الملح الملح يعني تعال لازم يريك هذا يكون أقل كثافة في الكليا يعني في التحاليل مثلا إذا كان وجدنا المريض عنده السكر أو عنده مثلا شحوم في الجسم مثلا المرضى اللي عندهم البدانة عندهم السمنة هذا تعرضين أكتر باش يكون عندهم حصاء حصاء لماذا؟ لأنه كان تذبذب في في التحاليل الدموية وهذا التذبذب كله يؤدي إلى التهابات والالتهابات طبعا يكون فيها يعني تذبذب حتى في الكليا مثل الكبد مثل كل كل أعضاء الكليا كذلك رايح تأخذ يعني حقها من هذا الأمر نعم دكتور كي الناس يعني يحكمهم الألم يعني ينخيز في المنزل وشنو هما الأدوية اللي يقدروا يتناولوهم ك باش يخفوا شوية من الألم ديالهم هي الأدوية اللي تنحيي الألم هو أول شي يعني لما يكون واحد في المنزل ما عنده حتى شيء يقدر يدير حجرة مثلا تعالى غلاس غلاس يعني غلاس يعني المكان اللي يوجعوا راح تنقص في الألم ذو كل الأدوية هما اللي يتناولون في المنزل مدوا هذو موضادات الإلتهابات ولكن اللي كان عنده مثلا الضغط دموي أو عنده مشكلة في القلب يعني اللي عندهم لش تكلم عن الضغط دموي لأنه الضغط دموي اللي عنده الضغط دموي راح يعنده الريسك يميتيبليي بار دو نعم يعني إلا كان واحد ما عندهش ضغط دموي يدير حاصة لأخر يكون عنده أكثر لذلك وإحنا نعرف بليليزونتيا في لما تردوا ممنوعين في حالة الضغط دموي في حالة السكر يعني لازم يلجأ لطبيب لازم يلجأ لطبيب حاجة الأولى هي أنه يضع مثلا حاجة بردة هنا يقدر يشرب مثلا البرسيتامون لنحية الألم وخاصة ما لازمش يشرب الماء في وقت الألم لأنه الحاصة لما تحبط كما تدري كما تدري بولون هكذا ويزير لما تشرب الماء يزيد وليتزان حاجة سخونة هو لما يكون الألم الحد هذاك ما يقدر يأكل ولو ما يقدر يشرب لأنه يبدأ يتقي يبدأ ألم كثير ما يفهم واش عنده واش عنده ما تقدرش تعطي له حاجة يعني لذلك في المستشفيات يديروا لهم دائما بلفيزيون كله بلفيزيون ويديروا مضادات التهابات باش ينحولوا الالتهاب يعني التهاب هو اللي يوجع نعم كين عبما أعشاب تساهم في تفتيت الحصى يعني باش ما يلجأش للأدوية كين بعض كين أعشاب احنا يعني معروفين عند الناس يلجأ دائما كسارة الحجر هذيك واشنو هي كسارة الحجر كسارة الحجر هي عبارة عن حشيشة حشيشة يجيبوها من الغرب غرب الجزائري ويشربوها باش يكسر تكسروا الفعالة فعالة هذي هي فعالة كثير فعالة كثير ولكن أنا من صحاش للمرضى لماذا لأن لأن إحنا ماذا بنا لما يكون المريض عنده حصى يراهي درت له الآلم نحيو الحصى هذي من صحقوش عمليا جراحية من صحقوش باش نجروا لا بالأدوية قبل الأدوية قبل ما يلجأ هي كاين أدوية اللي نمدها مثلا عند الإنسان المسن عنده لبروستات تفتح المجاري البولية وقتش يلجأ ربما المريض لعمليات الجراحية لما تكون الحصى أكبر من سنتيمتر نعم لما تكون ثمانية مليمتر ما فوق ولكن يعني أنا الأسبوع الماضي جتني مرأة يعني كان عندها حصى حوالي 12 مليمتر 12 مليمتر وكانت حجولها كبير الحجرة يعني تكونت لأن الحصى ما تكونوا شغل في الكيلة يقدروا يتكونوا في المثانة وخاصة إلا كانت المرأة هذه تدير التهابات متكررة يقدر تكون الحصى عطيت لها الدواء يعني نفس الدواء اللي نمدوه للرجال اللي عندهم لبروستات اللي العمل الفعالية يفتح المجرى تعالبول لمن فتحة المجرى عايت ثلاثة أيام بعد قد يخلص الحجرة طبعا نعم دكتور بما كلمة أخيرة تقولها والله يا كريمة الأخيرة ننصح ننصح أولا بيشرب الماء يعني بكثرة وخاصة في فصل الصيف وخاصة عند اللعبين اللي يديروا مجهود رياضي كبير لازم يشربوا عن الأخل ثلاثة ثلاثة لترات يعني في اليوم وهو دائما أكثر من لتر ونص في اليوم يعني للعامة وكين مشكل يعني احنا في المدارس مثلا كين في المدارس الأطفال يعني يوم المراحب يعني نشوف بنات وشوف أولاد كذلك أولاد يروحوا للمراحب حتى يكون مراحب ما هوش نظيف ولا يروحوا ولكن البنات ما يروحوش بعض الحالات يبقوا مصباح تل الليل باش يعني باش يروحوا هذا يؤدي إلى تكون الحصر لازم يعني نداء للمدارس أنت على المدارس باش لازم يكون مراحب مظيفة إن شاء الله يسمعوا الكلمة تاك دكتور باش الأطفال ما يكون الحصر في الأطفال لأنه يؤدي وخاصة كثير من الأطفال عندهم كليا واحدة لما تكون كليا واحدة ويزيد يكون عنده حصر ويزيد يكون عنده دزينفكشيون خطير يعني نعم إن شاء الله نتمنى ياخذوا بنصائح دكتور شكرا لك إن شاء الله شكرا